اشتركوا في القناة ابعد يديك ماذا عن شوارع اسكوتلندا؟ قد فيها على المسرب الأيسر أليس من الطبيعي أن أفضل السفر عبر أنبيب الصرف؟ انظر لي هذا هاي ما بك؟ الموجودات التي في مخزن كوبرا في كندا حسنا العنوان المعدلون جينيا أترا؟ إنه مرجع لنظام توصيل يدعى بايو داك هذا مذهل فكر تخطط كوبرا لتوصيلهم لمكان ما هاي لا أدري بماذا تفكر لكن يجب أن تستعد نحن قريبون من هؤلاء المعدلين ولا نملك أدنى فكرة عما يجري بالضبط حسنا هذا ليس المختبر الذي توقعته هل تظنينهم اختاروا الإحداثيات عشوائيا؟ سأكتشف ذلك ابقوا هنا ابقوا هنا أنحن أطفال هذا أشبه بدخول المتحف ظننت أنني أقوم بالاستطلاع؟ لا قد اشتقنا إليك هذا المكان ضخم منطقي أن نأتي لا بأس سنبقى معا وإياكم أن تلمسوا شيئا لم ألمس شيئا أقسم لك اتهموا بجريمة لم يرتكبوها فرقة عشوائية من الهاربين يخضون حربا سرية لتبريأة أنفسهم والكشف عن العدو الخبيث المتمثل بكوبرا في نظر البعض هم خارجون عن القانون وآخرون يرونهم أطرلا لكن هؤلاء الرجال والنساء العازمين يعتبرون أنفسهم جمودا عادي وهذه هي قصتهم حسب ما أرأى أظن بأننا أعالقون في نظام أوتوماتيكي أو هناك من يراقبنا بكل الحالتين عين الخروج من هنا بئسا تفقدوا أسلحتكم إنه لا يعمل أوقفت بطريقة ما إذن علينا العذور على مخرج أولا لنتحرك اشتركوا في القناة كما شاهدنا من خلال أسلوب المحاكاة هذا يطير صاروخ بايو داك عمليا بشكل غير قابل للكشف لحظة التصادم دكتور بيندر ديسترو هذا مثال رائع على صورة تعاونك معنا بالأخص في ضوء جهودك الأخيرة الفاشلة ما زلت أرى أنكم استغنيتم عن خدمات الجنود المعدلين بسرعة كانت لدي أمال كبيرة أي أمال كان ذلك المخلوق اللزج غريبا كمخترعه كانت التقنية غريبة فقط يكفي بارينيس إن أطلقنا صاروخ بايو داك الآن هلن يترك الجنود المعدلون دليلا يقودوا إلى كوبرا؟ أنا واثقة أنها ليست بمشكلة أيها القائد رائع وما هي حالة نموذج الأولي؟ صنع وجاهز للإطلاق من مصنع هايلاند لننظم عرضا فعليا هل فعلنا؟ طبعا وماذا إن طلبت حضور بارينيس للإشراف شخصيا على الاختبار؟ فكرة ممتازة بارينيس حولي رحلتك سيدي ديسترو لا أجد أي مغزى من وجودي هناك لمراقبتكم حين تضغطون الأزرار لدي أشيء نود أن أريك يا عزيزتي هدية وجدتها على عتبة بابي فجأة بدنا نعرف الآن هوية مضيفنا جيمس ماكولين رئيس نقابة أبحاث التسلح العسكري من قام بتعطي لأسلحتنا هو من صنعها ويعرف كيف يوقفها ميكولين شريك لكوبرا لنعثر عليه لذا فلنفترق لا إنها مخاطرة دوك كلمة على انفراد رجاء منذ متى وأنت متردد؟ أنا أقيم مستوى التهديد وحسب تصرفنا بتهور مؤخرا لاحظت التغيير منذ أن أوشك ريد بلوك على الغرق لم تكن غلطتك لكنها كانت مسؤوليتي هذه المشكلة كلنا مسؤولون عن بعضنا هون على نفسك الفرقة تعتمد علي في البقاء أحياء سكارلت وعلي أن أكون على قدر المسؤولية ليس لدي وقت أين صاروخ بيودان؟ من هنا فكرت بأن نستمتع بهذه الماتوبة أثناء العمل أتريدنا شوكولاتة؟ إنها من أجود الأنواع أنا أحب شوكولاتة بالفعل أنت وأنا متشابها ماذا تعني؟ اتخذنا قرارات متشابهة في حياتنا نملك الشغف ونوظفه في العمل على أمل تحسين وضع العالم أجل منحتنا كوبرى فرصا رائعة حتى لو اخترت التكبر عليها تعلمت من أخطاري بارينوس ومنذ ذلك الحين نفذت كل ما أمرني به القائد ربما عليك التفكير بفعل أكثر مما طلب منك كتقديم هدية لك ستسلب عقلك؟ قابل ضيوفنا على العشاء لهذا المساء مستعدة للمرحة الجائزة الكبرى مستحيل معطلة أيضا هاي تعالوا إلى هنا لا يمكنكم تعطيل هذا أيها الأشقياء إن كنا سنتقاتل سنفعلها بالطريقة القديمة أفضل من لا شيء حتى نجد طريقة الخروج من هذه المتاهة لا أفضل أنكم ذاهبون إلى أي مكان يا مساء منزلي ولهن بعد أن سلحتم أنفسكم حان الوقت لنبدأ العرض الترفيهية لهذه الأمسية اهتموا بزة مدرعة هذا مبتكر في الواقع إنها أحد أسلحة نظام أندرويد الجديدة أخفيت النماذج الأولية داخل الدرع لدواع أمنية سيسر القائد بذلك جدا عليك تقدم مصلحته على مصلحتك الخاصة بارينيس فرقة الجنود هدية لك وليست له احملوا الدروع من هنا تحركوا تحركوا لن يصمد أكثر من ثلاثين ثانية والفصل الأخير من عرض اليوم المثير الطريق المسدود لوهلا بدت لي فكرة جيدة نحتاج إلى البطاريات التي في أسلحتنا لماذا؟ تنفجر حين تتصدع مهلاً أمامنا فرصة واحدة وتلك الألات تواصل الهجوم الآن إن لم تعثر أنا مخرج إصطع واحداً مهلاً أمامنا فأراني حاسبت أؤو ماذا تعني بأؤو؟ صاروخ بيوداد نظام توصيل الجنود المعدلين الذي في القائمة سوف يطلقونا واصلوا التقدم هيا لديهم زاوية إطلاق النفلة علينا وضع خطة المناورة العمودية أستطيع دخول نظام هذا الصاروخ ونحن نستطيع لا تلعب دور الأب دمروا تلك المركبة الجوية سأشتري لك واحدة أخرى اشتركوا في القائمة اوقفوا اطلاق النار كان ذلك رائعا بالفعل ومصيرهم لأن أصبح بين يديك ما هي أوامرك؟ احتجزهم لدي بعض الأسئلة خذ السجناء إلى الزنزن أيها القائد أنا كنا ليس الأمر كما تظن سيدي ما يعنيه سيدي أن جيمس يعني ديسترو نجح في القبض على الجنود العاديين وتم تصفية قائدهم بالفعل إنها أخبار صارت بالفعل وبالنسبة للاختبار نحن الآن نركز على أحد المواقع اخترت المكان سلفا مخيمة عدين في جرينلاند يملكه منافس مزعج احرص ألا يكون هناك ناجون سنطلق صاروخ بيوداك حالما أحصل على الإحداثيات هذا ما ستفعل أولا ريب كورد والآن دوك لا أعرف ما الذي جرى له لماذا انطلق وحيدا بهذا الشكل لأجلنا لم يكن يريد أن يعرضنا للخطر هذا جنون إنه ممتاز في اتخاذ القرارات منصب القائد مبالغ في تقديره من يريد تلك الوظيفة إن كنتم لا ترغبون باللحاق بقائدكم الميت أجيبوني بصدق من أخبركم عن هذه القلعة فرصتكم الأخيرة أعرف هذا الصوت ميكولين عدة رأس جميلة اقتلوهم جميعا وابدأوا بالنينجا مهلا توقف توقف المعدلون جنيا قادمون أنا أستمع أهي تتبع غريزة تحديد موطنيها؟ ماذا؟ لم أبرمج غريزة كهذه لابد أن ماين بيندر فعل ذلك لكن لماذا يرسل هذا شيء إلى قلعتي؟ إلا إلا أن كان يستهدفني أنا بارينيس سنناقش الأمر لاحقا ديسترو علينا الاستعداد للإطلاق ودى ضيوفنا أقتلوهم لا أصدف أنت حال؟ كنتم تتساءلون عن إصراري لمغادرة هذه القلعة رأيناك تنفجر كيف نجحت في الخروج؟ حين تحطمت طائرة المناورة العمودية أدركت شيئا أن علي الهبوط وحين تسلقت خارج البئر كنتم قد نقلتم عبر الدهليز أيها الوقت لقد جعلتنا نتأثر وأنا أكره تأثر لا وقت للمشاعر علينا أن نحبط إطلاق الصاروخ لحسن الحظ هناك المزيد من هذه إنسى أمر التحقق من النظام حلل المنازم أطلق تحضير سيبدأ للطارق خلال تلاتين ثانية ماذا يعني ذلك؟ إلا محرر الملازم سيملق الصاروخ هذا المكان بالنار ثم سينتج الإطلاق خلال عشر ثانية الإطلاق خلال عشر ثانية أعمال البطولية حضرت الرقيل لكنها دون جواب ثلاثة إثنى واحد صفر إطلاق آه 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 أريستيزيا جيمس ستقولنا بخير ماذا سنفعل؟ قائد كبرى سأتحملك من المسؤولية ماذا سيفعل بأكثر؟ ليس لديك فكرة حسنا من الأفضل أن لا نبقى هنا وثقتنا كبرى سترسل الدعم ما بك؟ لا تقلقي سأكون بخير أعلم دوك وكذلك نحن طالما نتعاون معا أردتك أن تعلم دوك أننا مساعدون لمرافقتك إلى أي مكان المشاعر متبادلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر